السلام عليكم وإهلا وسهلا وحضراتكم يا رب بتكونوا بخير اللي بيحصل النهاردة في أمريكا هو حدث تقريبا أول مرة نشوفه آه شفنا تقريبا قبل كده حدثة اغتيال جون كينيدي ولكن إن حد بيبقى واقف في المنصة في أثناء حملة الترشح وبيتم محاولة اغتياله فدي اللي احنا أول مرة نشوفها فإحنا عايزين نعرف إيه التفاصيل اللي حصلت ومين المسؤول عن الكلام ده وهل الموضوع هو تمثيلية ولا لأ والإجراءات اللي بعد كده هتحصل بس خلينا أقول لحضراتكم أول حاجة إن أنا مرارا وتكرارا صوتي اتنبح وقلت لكم أكتر من مرة الدولة العميقة لن تترك أبدا ترامب والنظام العالمي لن يتركه أبدا ترامب إنه هو اللي يفضل ويبقى هو الرئيس لأنه هو سياسته مخالفة إلى سياسته بقلت لكم الكلام ده بدل المرة ميت مرة صراحة وحتى الفيديو اللي أنا المفروض الفيديو ده ما كانش هو اللي ينزل مفروض إن كان فيه فيديو تاني عن الحرب الروسية الأوكرانية والنتيجة بقى نقول قطع وتأخر الفيديو في المونتاج فلاقيت نفسي في نص الليل هنزل الفيديو فقلت هنزله الصبح قمت الصبح لقيت الحادث بتاع ترامب فبعد إذنكم لو أنتم حابين أنزل لكم الفيديو بعد الفيديو ده إن شاء الله المهم اللي حصل إن ترامب كان في أحدى الأماكن في بنسلفينيا المفروض إن هي اسمها قريب من سان بيترسبرج بيتسبرج آه كان فيه بيتسبرج في آآ أمريكا في بنسلفينيا ودي حملة انتخابية وكانت تقريبا الساعة ستة الحملة دي المفروض إن هو بيبتدي الخطاب مع الناس الساعة ستة بتوقيت بنسلفينيا فالمفترض إنه هو واقف وبيتكلم بقى في وسط جمهوره وفي وسط ناسه وبيقول يا جماعة شوفوا الوضع المزري اللي إحنا وصلناوله النهاردة في قضية الهجرة الغير شرعية إزاي كلام ده كان ابتدى يدخل في الكلام وابتدى يقول ويسترسل حديثه كانت حوالي الساعة ستة واتناشر دقيقة ستة وعشرة في الحدود دي وغوب بسمع لقينا دونالد ترامب في صوت طلقة وبيمسك ودانه ونزل تحت والخدمة السرية جم بعدها طبعا ده مشهد إحنا أول مرة نشوفه أول مرة نشوف اللي بيحصل ده في أمريكا تماما وبنشوف حاجات جديدة الأول مرة تحت ما ظلت حكم الرئيس بايدن الحالي ودي نقطة مهمة قوي عشان برضو مين اللي وراء الموضوع ده هل هو رئيس بايدن وراء الموضوع ده بس خليلي أقول لحضراتكم إنه هو فعلا جات بقى الشرطة الخدمة السرية اللي حصل إنه هو كان فيه المشتبه به وهو كان بره المكان وهو كان فوق سطح مكان مش سطح فوق سطوح الوضحة ماذا ده هو كان فوق سطوح الوجه أيا كان جون هو كان فيه جون بيته هناك من بعيد فرح هو طلع فوق السطوح ورح مسك البندقية البندقية دي بندقية قانس اسمها AR-15 بتقدر إنها تطلق من على مسافة 700 ياردة وممكن إن البندقية دي مجهزة إنها فعلا تكون بندقية قانس وبيركب لها المنظار بتاعها المفترض إنه هو الشاب اللي طلع ده حسب ما هو ما قالوا إنه هو عنده 20 سنة من ولاية بنسلفينيا طلع فوق المكان ده بس الغريبة إن الحرس الخاص هو طبعا تلم حواليه وحتى سمع دونالد ترامب عايز أقارب بس لحضراتكم المشهد ده وهو دونالد ترامب خارج وبيرفع إليه والدم فعلا نازل من على ودانه يعني علشان الصورة بأضحى لحضراتكم فعلا فيه دم باين عليه يعني بس مش عايز برضو عشان سياسات اليوتيوب بكون حريص شوية في الأمور ديت المهم هم راحوا موغدين دونالد ترامب وراحوا طبعا بقى الدنيا الأمن القناسة كانوا فوق الأسطح تعاملوا مع هذا الشخص فورا لحصل إن الخدمات السرية في منهم قسم اللي هم القناسة تعاملوا معاه وضربوا بالنار وهو الولد لما ضرب بالرصاص أو بالنار بالبندقية بتاعته على ترامب فيه واحدة بالفعل تم مقتلة واحدة من الناس اللي قعدة ورا ترامب تم مقتلة بس مش عايز أجيب المنظر بصراحة لإن المنظر مش لطيق المنظر صعب جدا يعني فالمهم راحوا هم ملتفين حواليه وزي اللي هو الحرصات الخاصة راحوا موغدينه وحفل عربية وراحوا مرايحينه به على مستشفى أقرب مستشفى هناك يتم علاجه النقطة أن العناية الإلهية فعلا هي لأنقذته أنت عارف حضرتك يعني إيه أن الطلقة هو يعني هو واقف بيجي كده وبيتكلم وبيجي كده وبيجي كده فوارد جدا أنه هو الولد ده متضرب كويس وعارف حينشن إزاي فهو تربع عمل كده الرصاصة واضح أنه هو كان اللي عايز يقتله ده كان عايز يقتله في رأسه مباشرة طلع بايدن وبيدن قال أنا برفض الكلام ده وأنا كمان حكاله وفعلا بايدن اتصل بيترامب وقال له أن العنف السياسي ده غير موجود عندنا والحقيقة أنه فيه أمور عايز أحكيها تفاصيل لحضراتكم في هذا الموضوع هل ممكن يكون اللي حصل ده تمثيلية؟ أنا إجابتي الشخصية أنا شايف أن أول حاجة السؤال اللي أنت حتقوله ده أكيد جوه أمريكا بيطرحوه أكتر منك وأكيد الديموقراطين بيش حيرحموا الجمهوريين لو الموضوع ده تمثيلية ولكن كل اللقاءات اللي شفتها والقراءات في كل الصحف الأمريكية اللي أنا قارتها لحد دلوقتي كلها بتجزم إنها عبارة عن وحاولة اغتيال طبيعية جدا ما فيهاش أي نوع مصطنع خالص والدليل إن فيه واحدة اتقتلت والدليل إن إحنا شوفنا دم حضرتك دي يعني لو تمثيلية ببساطة الراجل ده كان ممكن يموت يعني حتبقى تمثيلية يعني لو هي حاسة وسيطة كانت خلاص راسه راحت دي رصاصة يا جماعة وفيه الدم نزل وبعدين لحظتها ما فيه ترامب ما جابش كيس دمه وعمل كده الدنيا كلها شايفة والكاميرات أدل على كده كتير إن حتى فيه ناس قعدة متخصصة بتقرأ وتدرس وبالتصوير البطير وده لو كذا وده لو كذا كانوا حيمسكوا عليه ويقولوا إنها تمثيلية إذن عندنا الموضوع واضح فعلا إنها محاولة اغتيال والولد ده اللي هو قاله عليه محاولة اغتيال عايز بس إيه يعني أوري لحضراتكم فيديو كده لإن ده بقى اللي بيصير عندنا علامات استفهام كتيرة جدا هل أنا قبل ما بطلع يعني حقول إن أنا عايزة أقتل حطلع إن أنا أثبت على نفسي إن أنا أقتل طب نبص على الفيديو ده إنا بقى السؤال هل الولد ده هو فعلا قاتل ولا هي دولة عميقها وصدرته بالشكل ده ولا هو فعلا الولد ده بشكل عفوي نتيجة إنه توالد عنده شجد إحنا عندنا دلوقتي حكتين اتنين ومش حقدر أجزم لك بقى وإنت حر في الاختيار الحاجة الأولانية إنه هو وارد إن الولد ده تم زقه من الدولة العميقة يعني إنتوا بصوا لو تيجوا تشوفوا الولد ده وتشوفوا اللي قتل جوم كينيدي مش هتلوني فيه اختلافات زي مش واحد محترف واحد مدرب إنه هو يقتل برضو جايبين لك واحد وراح طالع وفوق السطوح وي 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 وكزا الولد شكله إنه هو ممكن يكون حد زقه والحد دلوقتي التحقيقات الـ FBI هي اللي تولت التحقيقات دي رقم واحد خلاص هي اللي مسكت التحقيقات رقم اتنين الكل دلوقتي بيقول إنه فيه حصل اختراق فيه الخدمة السرية جهاز الحراسات الخاصة لأن دونالد ترامب بصفته أول حاجة إنه هو مرشح محتمل إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فبيبقى فيه سيكرت سيرفيس الحاجة التانية بصفة إنه هو كان رئيس سابق للولايات المتحدة الأمريكية فبرضو بيبقى معاه سيكرت سيرفيس ففي كل الأحوال معاه الخدمات والحراسات الخاصة اللي موجودة معه ترامب كون إنه يحصل الثغرة الأمنية دي دي في حد ذاتها شيء فنجي جدا جدا تخيل إن لو ده مثلا إنه كان الرئيس بايدن وكانت الرصاصة دي جات فيه فعلا كانت حديبقى الوضع إيه أغتيال رئيس أمريكا للبرة التانية ولكن اللي حصل طبعا ده عوارة عن تأثير كبير والمفترض إنه يتم مسؤول ورئيس جهاز الخدمات السرية السيكرت سيرفيس حيتم استجوابه في الكونجرس بعد أسبوع بالضبط تقريبا لأنهم طلبين التحقيق معه في الكونجرس لأن الموضوع ده عامل فاجاعة كبيرة عايزين نشوف فيديو وإنتوا بنفسكوا أحكموا وده اللي خلانا نطرح السؤال هل الخدمة السرية وجهاز الشرطة كانوا عارفين بهذا الشخص وسكتين وعايزين يمراره كم ثانية ولا لأ سواءنا نفسك بخدا بحث أنهم ونظرت بحث أنهم وہا توجد هاتة رفع رفع تمورا تمورا بحث أنهم ونصدهم توجد بحثون شكرا للمشاهدة السيكرة الأخرى لنسبة لنظرأ لژحة إن وقتها نظر رأس نظر رأس نظر وقتها نوضع رأس نهرب يعانج رأس نظر إلا رأس نظر أنظر رأس نظر صعبا واحد رأس جنوب رأس من نظر رأس كلا وقته لأكثر جذب حتى لنظر رأس نظر أسف وقتها ولم تقلق المزيدين لنظرحين نظر رأس لنظر قاعدة والسيكرة نفسها. سكراً للمشاهدة يضع المساعدة أسألوا بذلك لأننا لم نعرف من قبل من يتوقع لكنك أنت متأكد أنهم اقتلوا الشخص أبسطلًا، صحيح هل رأيت ذلك أحدهم؟ نعم هل رأيتهم اقترب لله الثاني؟ نعم، أعتقدتهم تساعدوا على التخول لقد امتعوا بإجراءاتهم بقيتهم على تحقيقهم وإنه كان موتاً وكان ذلك، كان كان حالاً بعد ما حضراتكم شوفته أنا مش هقدر أجزم واقول ان الموضوع ده تم تسيب فيه عمدا ولا تسيب فيه اهمال ولكن هو حصل تسيب لانه بكون ان رئيس دولة واقف وسمح اصلا من على مسافة انه تم اطلاق نار ده اختراق امني كبير اوي 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 وبيبين فعلا ان لو الموضوع مش متعمد ان جهاز الخدمة السرية في امريكا يعني شوية افلام بنتفرج عليها اه وايت هاوس فول اه معرفش ايه ونتفرج على افلام الاكشن ومورجان فريدمن لما كان عامل رئيس امريكا هو بس بنشوفه في هوليوود لكن في العقية احنا شوفنا غير كده بصراحة يعني لكن ده مع فرضية ان لو الموضوع ده تم تسام كده بشكل طلقائي مش بشكل عمد اما بقى لو بشكل عمد فهو شيء اخر يبقى احنا عندنا ده فرضية الفرضية التانية خطاب القراهية اللي الديموقراطيين عملين بيولدوه كل شوية كل شوية كل شوية حملة بايدن ترامب ده فاشي ترامب ده لازم يتم ازحته ترامب ده حيدمر امريكا بايدن بنفس يقول حيحصل حمام دم لو بايدن لو ترامب مفسي ويعودو يولدو قراهية 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 جوه شعوب الناس من جوه فده اللي ولد من عدوهم الغضب السياسي والقراهية السياسية انا بفترض الفرضيات ما بقولش ان ده اكيد ولا ده اكيد ولكن في كل الاحوال ان تم فعلا عمدا محاولة اغتيال ترامب والولد ده لو هو فعلا مش حد زقه ولو الموضوع ده مش متضبر لان هو عمال ايه بقى روح مقتلينه عشان ما خلاص ما فيش تحقيقات طب مين يا ابني اللي صلاتك ما هو اصله مات خلاص احنا كان لازم نخلص منه ده ضرب بالنار فمش حينفع واخدين بالكم اللاعب ازاي طب نفترض ان نظرية المؤامرة دي مش صحيحة ونفترض ان الولد اللي عنده عشرين سنة ده اللي حاول يغتال ترامب انه هو فعلا حصل عنده تولد قراهية نتيجة الخطاب السياسي اللي دايما بيولد قراهية من جوه من جهة فريق بايدن انا بقى اللي اجزمه بقى ليك ان لا يمكن يكون بايدن كشخص عنده فكرة عن الموضوع ده ولا عنده ولا امر باي اوامر من الموضوع ده الموضوع ده ضد بايدن تماما والموضوع ده حضراتكم يعني هيصب في صالح ترامب بشكل غير عادي وغير طبيعي في الانتخابات الرئاسية الامريكية يعني الموضوع ده لو كان ترامب النهاردة عنده بونت قدام بونت فالنهاردة بايدن كده عنده بونتين قدام بونت تجاه بايدن فالنهاردة حضراتكم في تحقيقات الدنيا كلها مقلوبة ترامب خلص طبعا تقبل الرسالة بتاعت بايدن وراح المستشفى وكانوا حطوا بقى حرصات خاصة حوالين البرج بتاعه برج ترامب اللي في نيويورك وهو رجع الى نيويورك حاليا وحتى بايدن على فكرة هو اصلا كان في اجازة بتاعته في الولاية اللي هو بيحب يروح يقعد فيها الولاية بتاعته في منتجع هناك ولكن لما حصل محاولة اغتيال اطعوا له الاجازة وقالوا لازم ترجع واشنطن دلوقتي ما تيجي بقى تسألني اللي حصل ده نتيجة خطاب القراية هقولك لأ الموضوع ده انا نفسي تميل الى وجود مؤامرة ما ونفسي تميل ايضا ان دي مش هتكون المحاولة الاخيرة الى ايقاف ترامب وانهم حيحاولوا انهم يوقفوا باي شكل ايا كان لانهم مش عايزين حد ينافي ولا يرفض السياسات بتاعة النظام العالمي الجديد دي وجهة نظر الشخصية يجوز انها تخطئ ويجوز انها تصيب ولكن نتفق على حاجة ان احنا كلنا نعمل لايك ده فضلا وليس امرا علشان الفيديو يظهر لالباقي لان دي يعني حضراتكم مشكورا جدا على دعمتكم دايما وبشكركم جدا جدا على المشاهدة ولو اول مرة تشوفني اهلا وسهلا بيك تشرف وتنور بالاشتراك في القناة السلام عليكم اشتركوا في القناة